اتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض المخابرات الإيرانية بتدبير عملية الاغتيال لأحد قياداته في أربيل مساء أمس الخميس قال ممثل الحزب محمد صالح قادري في تصريح صحفي أن المخابرات الإيرانية تهدد منذ فترة كوادر وأعضاء ومقاتل الحزب بالقتل والانتقام منهم ومن أفراد أسرهم بهدف ترويعهم وإرغامهم على ترك صفوف الحزب مبينا أن طبيعة الاسداف تثبت بالدليل القاطع أن النظام الإيراني يقف وراءه لافتا في الوقت ذاته إلى أن حزبه كان يتوقع هجمات انتقامية من جانب النظام الإيراني بعد المظاهرات الغاضبة التي عمت المدن الكردية في إيران قبل أسابيع والتي لعب حزبه فيها دورا محوريا